اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية نشكركم تلفزون البحرين على هذه التغضية الإعلامية لوفد مملكة البحرين في زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية وتأتي هذه الزيارة انطلاقا من العلاقات التاريخية ما بين البحرين ما بين المملكة المغربية الشقيقة طبعا شهدت هذه الزيارة عقد جلسات مباحثات برلمانية ثنائية بين المجلسين البرلمانيين برئاسة معالي سيد أحمد بن سلم رئيس مجلس النواب ومعالي سيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي واجتماع مشترك كذلك مع معالي سيد النعم يارا رئيس مجلس المستشاري المغربي ولقاء مع معالي سيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالمغاربة المقيمين بالخارج وتناولت كذلك الاستماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون المستشاري خاصة في المجال الاقتصالي والاستثماري ودعم العلاقات الثنائية بين الملذين الشقيقين كما أكد معالي رئيس مجلس النواب وسيد أحمد بن سلمان المسلم موقف مملكة البحرين الراصق في دعم المملكة المغربية الشقيقة ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بناء على سيادة ووحدة التراب المغربي ومساندتها ضد كل ما يستهدف سيادتها ووحدتها الوطنية ومشكرا إلى قرار فاتح القنصلية عامل من الملاكات البحرية بين العيون المغربية تأكيدا لسيادة المغربية وترجمة لقوات العلاقات البحرينية المغربية ومثمنا معاليه مشاركة رئيس الحكومة المغربية معالي سيد عزيز خنوج ممثلا عن صاحب الجلال الملك محمد الثالث في اجتماعات القمة العربية بالبحرين نعم من مدينة مراكش المغربية سعادة السيد محمد موسى البلوشي عضو مجلس النواب عضو الوفدة النيابية المشارك شكرا جزيلا لك